وينضم معنا من إسطنبول العميد ركن أحمد رحال عميد أحمد أهلا وسهلا بك إذن مطالب في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه ودول الخريج أيضا من خلال البيانة الذي يسترطه الأمان العامة لمجلس التعاون الخريجي ترحب بهذه الضربة الأمريكية وتطالب أيضا مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد كيف تتوقعون أن يكون عليه الحال ميدانيا على الأرض فيما يتعلق بالوضع في سوريا مساء الخير يعني أعتقد أننا أمام صفحة جديدة أمام حالة جديدة أمام العطافة في السياسة الأمريكية الضربة الأمريكية رغم أن الرئيس ترامب اختار السيناريو الأسهل والأقل كلفة عسكريا وبشريا ورغم محدودية الضربة أن الضربة العسكرية كانت لها مفاعل وأرسلت رسالة سياسية عدة الرسالة السياسية الأولى لنظام الأسد من أن قتل الشعب السوري لم يعد مستباحا وأن هناك جهة سوف تحاسب هذا النظام على أي خطأ يرتكب بحق الشعب السوري وخصوصا إذا ما استخدم الأسلحة المحرمة دوليا هي رسالة من خلفه أيضا إلى النظام إيران من أن العربة في المنطقة إن كان في الخليج أو العبس في اليمن أو في كل المنطق الشرق الأوسط أيضا ليس بعيد عن أعيو الإدارة الأمريكية هي رسالة لروسيا أيضا من أن مستقبل الشعب السوري لم يعد مفوضا به بوتين أو لافروف أو الإدارة الروسية أيضا هي رسالة للجميع من أن الإدارة الأمريكية هي إدارة قوية هي حريصة على حلفائها اليوم وجدنا روسيا منعزلة إن كان عبر الدعم الذي وجدته الضربة الأمريكية من أصدقائها الخليجيين أو الإقليميين أو الدوليين في أوروبا وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الضربة سيكون لها منعكسات ومفاعل في مجلس الأمن وجدنا المندوب الروسي وحالة الغضب وحالة الانزعاج واللغة الاستفزازية التي تصرف بها مما يدل على حالة الاحتقان التي يعاني منها النظام في روسيا وحلفائه في طهران ودمشق وأعتقد أن على الأرض السورية أيضا على الجمهات سيكون لها منعكسات قوية هذا الأمر يحتاج إلى متابعة من قبل الإدارة الأمريكية اليوم الكونغرس الأمريكي أيضا فوض الرئيس ترامب بإمكانية تزويد فصائل السورة بمضادات جوية الساحة أصبحت مراقبة بالرادارات الأوروبية والرادارات التركية والرادارات لحلف الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي اليوم العين أصبحت على سوريا وأعتقد أن الليلة لم تكن من ليال البيضاء لواشنطن فقط بل كانت لمجمل المنطقة وكانت ليلة سوداء لطهران وموسكو ونظام الأسر نعم طيب يعني الآن مندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أشارت إلى استعداد واشنطن لمزيد من الضربات ضد نظام الأسد إذا ما استدعى الأمر ذلك وهذه الرسالة التي أشرت إليها الرسالة التي بعدت بها هذه الغارة الأمريكية على النظام هل برأيكم سيكون لها تأثيرها على أيضا المشهد السياسي من خلال الحديث عن المرحلة القادمة انطلاقا من مقرارات جنيف يعني أنا أعتقد أن المندوبة الأمريكية كانت نجمة مجلس الأمن وتسيدت الخطاب السياسي والعسكري منذ يومين قالت ووعدت وأوفت بليلة أمس عندما قالت ابقاء مجلس الأمن مغلقا بالفيت الروسي سوف يجعل هناك تصرف آخر من خارج مجلس الأمن وليلة الأمس صدق هذا الوعد وأبرت بوعدها المندوبة الأمريكية عبر الضربة لمطار الشائرات اليوم قالت أيضا من أنه إذا ما استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية فلن نتوقف عن قصفه أيضا ودعت موسكو ودعت طهران إلى التوقف عن دعم نظام الأسد أنا أعتقد أن هذا الموقف يدلل من مصداقية لرئيس ترامب ومنه رجل أقوال ورجل أفعال أيضا ومن أن كل السياسة الأوبامية السابقة التي أخلت في توازنات المنطقة التي أخلت في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الإقليميين والدائمين في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية أعود للقول من أن زيارة ولي ولي العهد أنا أعتقد أن مفاعلها بدأت تظهر الآن ومن أن العلاقة ما بين موسكو وما بين الدول العربية اهتزت ومن أن العلاقة ما بين الرياض وما بين واشنطن عادت للظهور مرة أخرى من أنها ماضحة الفكرة عميد أحمد والقادرة على إبراز نقاط المنطقة بشكل جيد وأفضل شكرا جزيلا لك العميد الركن أحمد رحال من اسطنبول شكرا جزيلا لك